يسوع وحد اليهود والأمم في جسده جسده اللي هو الكنيسة الكنيسة هي جماعة المدعوين من الخارج وأصبحوا في جسد المسيح جماعة المولودين ثانية من فوق أو بروح الله جماعة المفديين بدم يسوع المسيح خلي بالك أنه كان فيه عداء شديد بين اليهود وبين الأمميين أيضا فاليهود كانوا يفتخرون بهيكل الله على جبل المرية في أورشليم القدس اللي هو بناء هيرودوس الكبير طبعا الهيكل هذا كان في أيام المسيح كان يعتبر تحفي فنية ويعتبر واحد من أعظم الأبنية وأجمل الأبنية في العالم أنا ذاك وأيضا خلي بالك أنه في منطقة أفيسوس كان الهيكل المشهور هو معبد أرطميس كان يعتبر واحد من عجائب الدنيا السبع قديما هذا المعبد كان فيه 127 عمود وكل عمود يعتبر تحفي فنية والمعبد كان يعتبر أجمل مبنى في العالم وطبعا كان يمارس فيه عبادة أرطميس أرطميس هي بنت الإله زوس أخت أبولو وكانوا يعبدونها في هذا المكان هي إلهة اليونانيين إلهة الصيد لكن في أفيسوس كانت إلهة الخصوبة بتشوف التمتال مع التاج وحاملة عدة أثداء فكانت تعتبر إلهة الخصوبة كانوا بيفتخروا فيها وكانوا بيصنعوا التمثيل الصغيرة حتى يبيعوها وكانت الناس تيجي تتبرك منها وتتعاوذ طبعا كتعاويذ سحرية من خلال هذا الشيء لكن هذه الهياكل هيكل أورشاليم دمر سنة سبعين ميلادي على يدي طيطس الروماني ومعبد أرطميس دمر تدميرا كاملا اليوم فيه أثر بسيط يمكن عمود واحد لهذا الذي كان يعتبر تحفة فنية وهندسية واحد من عجائب الدنيا السبع لكن هيكل المسيح يبقى إلى الأبد موسيقى 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 موسيقى